عودة سيلا تركوغلو إلى الشاشة مع كرامبري شربت خلقت حدثاً في جميع أنحاء العالم مرحباً أعزائي متابعي قناتي أهلاً وسهلاً بك إلى قناتي عودة سيلا تركوغلو إلى الشاشة مع كرامبري شربت خلقت حدثاً في جميع أنحاء العالم سيلا تركوغلو التي حققت طفرة كبيرة في مسيرتها المهنية مع المسلسل اليومي إيمانة تجتمع أخيرا مع معجبها بعد خروجها الحافل بالأحداث من هذا المسلسل كان لعودة تركوغلو إلى الشاشة مع المسلسل التلفزيوني كرامبري شيربات تأثير كبير ليس فقط في تركيا ولكن أيضا في جميع أنحاء العالم اكتسبت الممثلة البالغة من العمر 23 عاما شهرة كبيرة من خلال مشاركتها في المسلسل اليومي إيمان في إيمانات نتيجة للنجاح الكبير الذي حققته شركة إيمانات في الخارج اكتسبت تركوغلو قاعدة معجبين من جميع أنحاء العالم ومع ذلك فإن رحيل تركوغلو المليئة بالأحداث عن مسلسل إيمانات جعل معجبه مستئين للغاية بعد تركوغلو إيمانات كسر الاستراحة التي أعطاها للمجموعات من خلال المسلسل التلفزيوني المسمى كرامبري شيربات تلعب سيلة تركوغلو دورا مع باريس كليك والممثلة الرئيسية إيفريم ألسيا في المسلسل التلفزيوني كرامبري شيربات لا توجد معلومات حول موضوع المسلسل الذي سيتم بثه على شو تيفي حتى الآن ومع ذلك فقد ذكر أنها ستجذب الانتباه من خلال السيناريو الذي من شأنه زيادة الوعي بالقضايا الاجتماعية كان لعودة سيلة تركوغلو إلى المجموعات بعد شهور تأثير كبير ليس فقط في تركيا ولكن أيضا في جميع أنحاء العالم يواصل معجب الممثل الشهير من الفلبين إلى تشيلي مشاركة رسائلهم على وسائل التواصل الاجتماعي معربين عن سعادتهم بمقابلة تركوغلو مرة أخرى كما أن المعجبين فضليون للغاية بشأن شخصية سيلة تركوغلو في مسلسلها الجديد سلسلة كرامبري شربات التي كتبها ميليس سيفليك وزينب جور كاتب سيناريو سلسلة فوربيدن أبل ستروي الأحداث المأساوية بين العائلتين لا توجد معلومات حتى الآن عن الشخصيات التي سيلعبها الممثلون في القصة في بداية شهر سبتمبر سيكون فريق المسلسل التلفزيوني على المسرح ومن المتوقع أن يلتقي الإنتاج الذي يحمل اسم كرامبري شربات مع الجمهور في بداية شهر أكتوبر بالنسبة لام إفريم أليسيا ينتظر عشاق المسلسل عرضا سيؤثر بشدة على الجمهور مثل شخصية ميليها إنذار الدروم لاستمرار المحتوى لا تنسى الاشتراك في قناتي ومثل الفيديو الخاص بنا ابقى آمنا